أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده لازلنا أيها الإخوة تحدثنا الآيات عن آدم عليه السلام وإبليس في الحلقة الماضية ذكرت لنا الآيات أن الله تبارك وتعالى أنزل آدم وزوجه حواء وإبليس معه من الأرض ليكون هنا الاستقرار والابتلاء لآدم وزريته بشكل دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وتقوم السعة فبعد أن قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا آدم وإبليس وزوج آدم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال الله تبارك وتعالى لهم قال فيها تحيون يعني في الأرض وفيها تموتون ومنها تخرجون ستعيشون المستقر في الأرض مد من الزمن وفيها تموتون ومنها تخرجون يوم البعث يوم القيامة من القبور وهذا كقوله تعالى منها ضمين الرجاء إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قد لا يتصور الإنسان كيف منها خلقناكم كثير من كتب التفسير منها خلقناكم بخلق أبيكم آدم من التراب لا نحن أيضا خلقنا من التراب النطفة التي خلقنا الله منها الخلية الصغيرة والبؤيضة من المرأة التي تلقها من أين جاءت؟ أصل الخلق من التراب من الغزاء خلقها الله في الإنسان وحصد تلقه هذه تكبر إلى أن يولد الجنين ويتغذى من لبن أمه من أين جاء اللبن؟ من التراب تأكل أمه أمه الغزاء الناتج من هذه الأرض وقسم من هذا الغزاء الذي يدخل في الدم تمتص الأمعاء ويدخل في الدم من بين هذه القازورات ويدخل في الدم فيكون له حمرة الدم يختلط في الدم ثم يأتي إلى سدي المرأة بقدرة الله نصفيه الله لهذا الطفل لبنا سائقا يتغذى به ويكبر إذن هو من الأرض بيكبر هذا الإنسان ويأكل صار يأكل فواكه وخضار وكذا وكذا وخبز وآخره كل هذا الذي يأكله من أين؟ المزرعات من الأرض والنباتات التي تتغذى بها من الأرض والثمار التي من الأشجار تتغذى من التراب والحيوانات التي نأكلها من أجل البروتين لأن الإنسان محتاج إلى البروتين يقول لحوم من أين تغذت حيواناتنا الأعشاب والعشاب تغذت من الأرض فربك يخلقك يا إنسان شيئا فشيئا من الأرض منها خلقناكم من الأرض جاء ملاكو الموت صار عمرنا سبينين سنة صار عشرين سنة وخلاص الأجل بأمر اللامة وبأمرنا جاء ملاكو الموت فضل مات مجلسه فيه بأنشع شلوه عن القبر تكريمت له حتى يتفسق ويهتري جسمه في القبر موصير جراسي ومكربات في الكون نزل في القبر عيد إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم رجعوا للأرض ومنها تخرجون عندما يأتي أجل الله للساعة يأمر الاسرافيد ينفق في الصور يقوم الناس جميعا هم يقوم الناس لرب العالمين منها خلقناكم فكروا معقلكم خلقتوا من غير الأرض من مريخ ومن الذي خلقكم أبوكم أمكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم في القبر ومنها أخرجكم تارة أخرى فترة من الزمن إذن يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه جعل الأرض واستقر لبني آدم يتمتع فيها إلى حين إلى وقت النشور عندما يبعث ويحاسب ويسأل عن أعماله قال الله تعالى في سورة طه قال أبطى منها جميعا يعني آدم وزوجه وأبليس بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ما هو الهدى الرسالات السماوية التي تنزل من الله للأرض عن طريق الرسول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من سعد في الدنيا والآخرة حتى لو مات في الدنيا في سبيل الله فهو سعيد لأنه مات في سبيل الله والله أخبره وصدق وآمن بالله وبما أخبر به الله أنه سيمته الله وقت مشيئته ما هو كيف كيف الله فإذا كان يؤمن بذلك فعلا يعلم أنه إذا مات في سبيل الله فهو سعاد له في الآخرة إذن هو سعيد أما إذا كان يموت في سبيل الحسين وفي سبيل الحسن وفي سبيل علي وفي سبيل محمد في سبيل فلان الأسد والبقرة والإحمار إذا كان يموت في سبيل هدول إذا جهنم بإسم المصير بقى يشوف مجاله في الآخرة نحن لا نكفر أحد ولكن جايين على الطريق طالما ملك الموت جايكم كنت تنزلوا فيها الحفرة في القبور سترون قل انتظروا إني معكم من المنتظرين فمن إذن ربنا يقول في سورة طه إبطى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ما ضيع ولا يصل للشقاء الأبدي ومن أعرض عن ذكري ما هو الذكر الذكر المنزل من الله فإن له معيشة ضنكة لما يبطي الله الشيطان سوله واتبتع بصالب يأكل بشهواته المال بالمال بالحلاب بالحرام ولكنه في حقيقته يعيش حياة ضنكة فإن ضنكة يعني شديدة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا نسيت عليك آيات القرآن قرأتها فلسيتها نسيت يعني تركتها فكذلك اليوم تنسى يعني تترك في جهنم أنا يأذب الله تعالى هذه ملخص الحياة للدنيا كلها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا تنسوا أبوكم آدم ولا تنسوا محنين امتحان الذي امتحن به في الجنة ليأخذ درس وتأخذونه عنه وتأخذونه عنه قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا اللباس هو الذي يستر العورات والريش والرياش ما يتجمل به الإنسان ظاهرا لحظوا كيف ذكر الستر لابن آدم والريش الطير ربنا سبحانه وتعالى خلق له يعني ريش تراهم الأجمل ما يكون منتوفى عنه ريشه منظر إلى الطير بعدما منبحت جيجي أو الطير ومنتفوه طلي عليه بطيت لحمه منظر فربنا خلق له لباس طيب حيوانات كلها خلق لها جلد وخلق لها شعور مختلفة تظهر بمظاهر جميلة ليست شازة ولا قبيحة ابن آدم في الأصل أنه ضعيف أضعف الكائنات ولكن خلق الله له ما يتجمل به ويستر عوراته لو كان الإنسان الله في أشخاص يدعون إلى التعري ومدريش وكذا إلى آخره إنه إنسان مثل حيوانات تطلع بدون شي الرجال والنساء وهكذا وهذا موجود في أوروبا وفي بعض الدول التي انحرفت في المناطق الإسلامية في بعض المناطق الإسلامية ظنّا منه ومنه بيرجع الإنسان على طبيعته هؤلاء الجهلة لا يفهمون أن الحياة السعيدة بين الرجل والمرأة تكون بالمظاهر فيها تجمل أما يشوفوا بعضهم على هكذا مثل الحيوانات فالقوة الجاذبية عند المرأة تضيع والقوة الجاذبية عند الرجل أيضا تضعف الانجزاب للمرأة فاللباس اللي أنزلوا الله يواري السوقات وريشا الريش يتجمل به الإنسان الله رحمه والدتي كانت تكرر المثل هذا اللي بيقولوا أن الشعب في حلب ابن آدم نص خرقة خلقة نص خرقة ماذا تعنيه؟ خلقة يعني خلقته الزاتية وخرقة بالخرق يتجمل ما بشوفوا النساء بتطلع موضع كذا بسكتل كذا بسكتل أحمر بسكتل أخضر بسكتل كذا الرجال بالمفس الشكل معين من أجل أن يظهروا فيهم مظهر جيد هذا هو الريش فكل شيء يواري السوقات هو اللباس وكل شيء يتجمل به ويتزين من القبعة إلى الشاكيت إلى المعطف إلى كذا إلى كذا هذا الريش مثل الريش الطائر بيجمله وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى أي تقوى؟ تقوى الله ما معنى تقوى الله؟ أن تتقي عقاب الله بطاعته وترك معصيته الله الذي خلقك خلقك العبادة وما خلقت الجن والإنسان لا يعبدون فإذا فهمت هذا ووقيت نفسك من غضب الله وعذابه بطاعته بعد الإيمان وترك معصيته هذا هو التقوى إذن هذا لباس معنوي الإيمان وطاعة الله هذا هو التقوى الحقيقية هذا هو اللباس الحقيقي اللي بيجملك في الدنيا بتكون تعيش مع الناس حياة سعيدة كريمة ولا يجدون منك أذى ولا ضرر وتكون في الآخرة في الجنة ولباس التقوى ذلك خير إن لم يكن هناك تقوى فليس هناك إنسانية فهؤلاء الذين يقتلون الناس بغير حق ويهرقون الدماء في العالم كله من وراء هؤلاء ومعض الدول العظمى ومجلس الأمن يشجع ذلك لأن ألغوا الاستعباد الذي كانوا يسمون استعمار فجاءوا باستعباد واستعمار أنجس وأقبح بدل أن يتسلطوا على الناس بشكل مباشر ويخسروا من جنودهم من أموالهم صالوا حطول العميل من العملاء يساوي انقلاب عسكري والجيش سووا كله ولياسب الله تعالى يطيع الشيطان ولا يطيع رب العزة ربه على هذا على الخمور والفساد والإباحية وسمو له تقدم كذبا وزورا فهيأوا جيوشا لا لتدافع عن الأوطان والأشخاص إنما لتقتل شعبها وتؤمن الأعداء من شرها هذا كله ترك لباس التقوى فقد يستغرب الناس ما عنده إنسانية لا ما عنده إنسانية بس قطعت الصلة بين عبده وبين ربه يصل إلى درجة الحيوان قال تعالى عن كفار إنهم إلا كالأنعام أنعام حيوانات ما فهموا ثم قال بل هم أضل أضل من الحيوانات هؤلاء الذين ترونهم أضل من الحيوانات من ذلك شبهت أبنى بن خلازير نجاسب غلظة لأنهم لم يلبسوا لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله الذي أنزلناه عليك يا محمد ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا بني آدم جميعا في هذا العصر الأخير هو من نعم الله التي تدلكم على ما فيه مصالحكم وفيه الدلالات العظيمة التي تبين لكم الخير لتعملوا به فتتحقق سعادتكم في عاجل أمركم في الدنيا قبل الآخرة ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون لعلهم يتعغون يفهمون هذه الدروس الربانية الذي نقصها عليهم من أبيهم آدم وأمهم حواء وهذا الشيطان خبيث الذي يوسوس لبني آدم يا بني آدم لاحظوا التوجيه الرباني بالآخر يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يحذر الله تبارك وتعالى بني آدم من إبليس وقبيله وزريته مبينا لهم عداوة إبليس القديمة من زمن أبيهم آدم وعندما سعى لإخراج آدم وزوجه من الجنة التي يدار النعيم المقيم وأنزلهم إلى دار العناء والتعب وتسبب في هدك عوراتهم وظهورها عندما كانت مستورة عنه وعن غيره وعن بعضهما وهذا كما قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال تعالى في سورة ياسين ألم أهد إليكم يا بني آدم تبهل العهد اللي انزلته من ثيل الأرض ما هو العهد أن تطيع الله وتعبده ولا تطيع الشيطان من شياطين الإنس والجن ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان شيطان الإنس والجن شيطان الجن هو إبليس شيطان الإنس هو الذي يسخره إبليس بأي طريق كان لأضلال الناس عن حق أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فربنا تبارك وتعالى يقول يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان ويخدعنكم بغروره ولا يضلنكم فيزين لكم كشف العورات فيخرجكم عن صراط الله المستقيم إلى المعصية فتستحقون الحرمانة من دخول الجنة وتدخلون النار كما أخرج أبويكم من الجنة بوسوسته إن جعلنا الشيطاء الشياطي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انتبهوا يا أخوان الشيطان نوعين شيطان الإنس المشتق معنا من شطن أي بعد فكل من بعد عن طاعة الله وأبعد الناس وصدهم عن طاعة الله فهو شيطان من الإنس كان أو من الجن وشيطان الإنس تراه وشيطان الجن لا تراه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لذلك عندما ندخل للخلاة نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث نتعاوزنا الشيطان لماذا إذا استعزنا بالله من الشيطان ما يعود إرانا ولا يجرؤ على أن يدخل معنا أما إذا كنا عايشين مع الشيطان مطيعين إنه كشف من كشف ففعله نفعل ونترك طاعة الله وليزو الله تعالى فهو قد أثر علينا واستأثر بنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون انتبهوا أيها المؤمنون المؤمنون إيمانا حقا بأن الطاعة لله والعبودية لله لا لغير الله لا من فلان ولا من فلانا ولا من كذا ولا من أخبار فلان ولا من إزاعة كذا لا الطاعة لله وحده لا شريك له انتبهوا إذا كنتم مؤمنون كذلك فأنتم لستم أولياء للشيطان من هم أولياء الشيطان إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أي لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر عندما ينسيهم الله طاعة الله وينسيهم أنهم مسؤولون بين يدي الله في اليوم الآخر هؤلاء الذين يتولون الشيطان فيطيعونه فيوصلهم للجحيم أما إذا كان ديدنهم وشعارهم وقلوبهم فيما يقرؤون في صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين إياك وحدك يا الله نطيع إياك وحدك يا الله نستعين لا تتوجه قلوبنا لا إلى شياطين الإنس ولا إلى شياطين الجن فمجرد أن توسو الشياطين الإنس أو شياطين الجن في صدورنا نتذكرك ونتذكر صراطك المستقيم وعبادتك وحدك لا شريك لك فإذا زلت قدمنا نتوب كما تاب أبونا آدم وإذا لم تزل قدمنا نحاول الاستقامة على أمرك وعلى طاعتك وطاعة نبيك فيما أنزل عليه منك يا رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون انتبهوا إلى عداوة الشيطان شيطان الإنس والجن فلا يصدنكم عن طريق الله احرصوا على أن تثوبوا إلى الله وتطيعوه عسى ربكم أن يدخلكم في جنات النعيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويدخلنا برحمته في جنة الخلد جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين آمين والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين اشتركوا في القناة